السلام عليكم ورحمة الله لم يخرج المسلمون في يوم بدر لقتال المشركين وإنما خرجوا للحاق بقافلة من قوافل كريش ثم قدر الله عز وجل يوم بدر وكان النصر المبين وعلى النقيد في يوم أحد خرج المسلمون لقتال المشركين وأعدوا للأمر عدته ثم حدث ما حدث من مخالفة بعض الرماه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن النصر بيد الله وكذلك الخذلان فالمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن فالذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتغكل المؤمنون إيّ عندكم الله بنصره ومعونته فلا أحد يستطيع أن يغلبكم ولو اجتمع عليكم من في السماوات ومن في الأرض وما عندهم من العدد والعتاد ولكن لنصر الله شروط قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقَدَامَكُمْ ذاك وعد الله ووعد الله لا يتخلف أبدا وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن هذا الذي يستطيع أن ينصركم من بعد خذلانه لكم ولو أعانكم جميع الخلق وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تظن أن العدو قد غلب ولكن الحافظ قد أعرض وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون وزي ما عرفنا أن التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بجميع الأسباب وعلى قدر الإيمان يكون التوكل على الله هو التوكل على الله نوعين توكل على الله لنيل الدنيا هو توكل على الله لنيل الدين ومن توكل على الله لنيل الدين نال خيري الدنيا والدين وقد نستعين أحيانا ببعض الناس لقضاء حاجة أو مصلحة وذلك من باب الأخذ بالأسباب لكن علينا أن نوقن أن قضاء تلك الحاجة بيد الله وليس بيد أحد سواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا والمعنى المقصود لو أنكم اعتمدتم على الله بصدق وحققتم التوكل على الله وأخذتم بما تيسر لكم من الأسباب لرزقكم كما يرزق الطير التي تذهب في أول النهار جياعا بطونها فارغة وتأتي في آخر النهار ممتلئة البطن ودعونا الآن نستشعر تلك الآية الكريمة أكثر وأكثر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد الكثير من المسلمين عن الإسلام ولم يبقى على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وبعض القبائل القليلة فنعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قلتهم وتفرقت جيوشهم في أنحاء جزيرة العرب يعيدون المارقين إلى حظيرة الإسلام ويقضون على رؤوس الفتنة كمسيلم الكذاب وغيره لم يهابوا المرتدين رغم كثرتهم وقوتهم ورغم تربس الكثير من القبائل بهم وكان شعارهم تلك الآية الكريمة وبعد أن خضع الجميع للإسلام انطلقت جيوش المسلمين إلى أعتى وأقوى قوتين على وجه الأرض في ذاك الزمان اتجهوا إلى الفرس والروم وبمقاييس البشر فإن القوة والعدد والعتاد في صالح الفرس والروم ولم يكن مع المسلمين إلا الإيمان بالله والتوكل على الله وهذا ما يجب أن نتربى عليه وأن نربي عليه أبناءنا جزاكم الله خيرا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن فالذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتغكل المؤمنون ترجمة نانسي قنقر